سد النهضة كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة مشددا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاثة وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملئ وتشغيل سد النهضة على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاثة فيما يخص استخدام مياه النيل ننتقل مع حضراتكم إلى موقع اليوم السابع ونقرأ خبر بعنوان الأظهر يشيد بحسم القوات المسلحة في ضحر الإرهاب وينعي الشهداء الأبطال أشاد الأظهر الشريف ببسالة قوتنا المسلحة في مواجهة وضحر العناصر الإرهابية التي تسعى إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار وتشتيت جهود الدولة المصرية في هذه المرحلة الحرجة وذلك بعدما نجح جنودنا البواسل في التصدي الحازم للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وأكد الأظهر الشريف أن التعامل الشجاع والحاسم أمس من قواتنا المسلحة في إحباط هجوم عناصر الضلال والإرهاب يدعون إلى الإطمئنان على أمن هذا الوطن الغالي علينا جميعا ووجوب الوقوف صفا واحدا خلف قوتنا الباسلة ودعمها في حربها ضد الإرهاب والأظهر الشريف إذ يشيد ببسالة قوتنا المسلحة فإنه ينعي شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن سائلا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم ودويهم الصبر والسلوان وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل إلى بوابة الأهرام نقرأ خبر بعنوان الوطنية للانتخابات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ على يومين لزيادة نسب المشاركة أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقد أن الهيئة تواصل استعدادها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لإتمام العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة في حالة عقاد دائم وتواصل مستمر مع الوزرات والجهات الحكومية للانتهاء من باقي الخطوات التي يشملها الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ حيث تبدأ اليوم الأربعاء مرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة للمرشحين المستبعدين الذين لم يرد أسمائهم في القائمة المبدئية والتي تستمر حتى يوم الجمعة وأشار رئيس الوطنية للانتخابات إلى أنه بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم السادس والعشرين من شهر يوليو تبدأ الدعاية الانتخابية ويمارس المرشح دعيته وفقا للإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذا الالتزام بمحضورات الدعاية ويستمر ذلك حتى يوم الثامن من أغسطس المقبل حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي والذي تحضر فيه الدعاية على أن تتم عملية الاقتراع في الخارج على مدار يومين هما التاسع والعاشر من شهر أغسطس فيما يتم التصويت في الداخل يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر أغسطس وتكون جولة الإعادة يومي السادس والسابع من شهر سبتمبر القادم للمصريين بالخارج وفي الداخل يومي الثامن والتاسع من شهر سبتمبر على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصى الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذ قرارا بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين وذلك ليكون هناك إقبال كبير من المصريين على الانتخابات وزيادة المشاركة في التصويت مازلنا مع حضراتكم في بوابة الأهرام ونقرأ خبر آخر بعنوان الخارجية تدعو المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم لتنظيم إجراءات التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية www.elections.eg اعتبارا من السبت الموافق 25 من شهر يوليو وحتى الجمعة الموافق 31 من شهر يوليو 2020 في ضوء صدور القرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ وسوف يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيدا لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمي للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج الأحد التاسع والاثنين العاشر من شهر أغسطس لإرسالها بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر أغسطس 2020 اتخذت الهيئة الوطنية قرارها بإجراء التصويت في الخارج من خلال البريد السريع أقدم في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المتخدة في غالبية الدول والتي من شأنها أن تعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا ننتقل مع حضرتكم إلى جريدة الأخبار ونقرأ مقال تحيا مصر للزميل محمد الفقي الكاتب الصحفي ورئيس القسم السياسي والبرلماني بالأخبار وجاء بعنوان انتخابات الشيوخ وتحدي الحزب الوليد وقال من على منصة مجلس النواب قال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تصريحا في غاية الأهمية لم يلتفت له الكثيرون لكنه تغلغل إلى أذنائي ولم يخرج منها حتى اللحظة دكتور علي عبد العال قال إن خبراء السياسة على مستوى العالم يبحثون عن أنظمة انتخابية جديدة تتناسب مع الواقع المتغير للمجتمعات انتهت كلمات دكتور علي عبد العال عند هذا الحد لكنها فتحت مجالا واسعا للباحثين في الشؤون السياسية للتدقيق فيما تتطلبه المجتمعات من أنظمة تتوافق مع طبيعتها وليس العكس فهي ليست قوالب إلهية أو أنظمة جامدة تفرض علينا مناسبة هذا الكلام يعود إلى ما أراه من بعض المهتمين بالشؤون السياسية أو الخبراء في السياسة من أصحاب الفكرة المتحجر الذين يؤمنون بنظريات سياسية أكثر من إيمانهم بنصوص وآيات قرآنية نعاني نحن من عقدة الخواجة في كل شيء وتقديس نظريات الخارج يبحث تعديلها فلا داعي لجلد الذات والإيحاء بوجود تلاعب أو تآمر في كل شيء حتى يكون لنا رأي حتى إن كان هذا الرأي رجعيا بني على نظريات سياسية يسعى العالم إلى تغييرها المهم في الأمر عدالة الانتخابات لتكون وسيلة تهدف إلى تعزيز بناء المجتمع الديمقراطي وهي طريقة يمكن بواسطتها معرفة إرادة الشعب وهنا لب القضية التعددية التي نبحث عنها جميعا ولكن دائما نبحث في المكان الخطئ فالتعددية لن يمنحها أحد بل تحققها الأحزاب بنفسها وبفرض إرادتها في الشارع وتواصلها مع المواطنين وتجرى حاليا انتخابات مجلس الشيوخ وفق نظام انتخابي يجمع بين القوائم والفردي وهو نظام يتناسب بشكل كبير مع طبيعة المجتمع المصري لأنه يحقق التواصل المباشر بين المرشحين والناخبين في الفردي بينما يتيح في القائمة الفرصة لتحقيق النسب المقررة في الدستور للمرأة وأن تكون الأهمية للبرامج الحزبية والانتخابية وليس للاعتبارات الشخصية في عملية مفاضلة بين المرشحين وتغليب الصالح العام على الخاص ويضع في التأثير على الناخبين والمرشحين على السواء وتابع الفقه قائلا نشاط الحياة الحزبية ليس في حاجة إلى التاريخ بقدر القدرة على التواصل مع المواطنين والتواجد في الشارع فشعرات ثورة 19 لن تجدي نفعا أو تحرك الشارع قيد ملا التاريخ لا ينتقص من الأحزاب ولكن يجب البناء عليه والتعامل مع الواقع الجد والاكتهاد يجب أن يترجم على أرض الواقع فلا نجازي المكتهد بضعف الآخرين وأعتقد أن لا يعيب حزبا وليدا أنه اكتهد في الشارع وتواصل مع الناس في كل المناسبات وأخطأ قليلا وأصاب كثيرا لكنه متواجد وبعرف السياسة سيطر على الأرض ولا يوجد له منافس بذات القدر فدعا للتحالف الانتخابي ولم يقصي أحدا إلا أنه ليس مجبرا على إقصاء أبنائه المكتهدين لحساب آخرين يتبهون بالتاريخ فقط المشهد الانتخابي في الاستحقاق المقبل سيكون مفاجأة ومباراة داخلية لهذا الحزب الوليد لإثبات الذات والقدرة على الحجد وسيبقى المتباكون يولولون حتى انتهاء انتخابات النواب المقبلة وبعدها المحلية أيضا أيضا ما زلنا مع حضراتكم في جريدة الأخبار نتابع خبر بعنوان صبح يلتقي سكرتارية الشباب بالتحاد العمال ويطلق مدرسة العمل النقابية ربيع نخوض معركة وعي الغنام مبادرة لتعزيز قيم الولاء التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النائب البرلماني جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلي سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر برئاسة كل من محمد ربيع وأحمد الغنام وخلال اللقاء أعلن وزير الشباب والرياضة موافقته على إطلاق مدرسة العمل النقابي متمنيا خلق توأمة روحية مع شباب اتحاد عمال مصر مؤكدا أن الاعتماد دائما على عمال مصر في دفع عجلة الاقتصاد المصري فبسواعدهم ساعدوا في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بهذه الفترة الحرجة في تاريخ الدولة المصرية من جانبه أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد والنقابات يدعمون الحكومة في جهودها الحالية لبناء الوطن مضيفا أن الهدف الدائم للاتحاد هو العمل والإنتاج من أجل مصرنا الحبيبة مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام بالشباب وإعادتهم لطريق الانتماء الحقيقي تجاه وطنهم مصر متمنيا من وزير الشباب والرياضة دعم مساندة اتحاد شباب عمال مصر وتناول اللقاء عدة مقترحات من ممثل سكرترية الشباب باتحاد عمال مصر بهدف تثقيف وتوعية شباب العمال لعدم وقوعهم فريسة لمنصات الإلكترونية وخلق جيل جديد من القيادات النقابية المثقفة حيث طالبوا بإطلاق البرنامج الوطني لتعزيز قيب الولاء والانتماء لدى شباب العمال وإنشاء نادي شباب العمال على غرار أندية الفتيات بمراكز الشباب وإشراك شباب العمال في دورات الاستراتيجية والأمن القومي والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية نصر العسكرية وأيضا إشراك شباب العمال في أنشطة وزارة الشباب والرياضة وإتاحة مراكز الشباب لهم لتنفيذ العديد من الأنشطة وكذا إشراك أبناء العمال في أنشطة الوزارة والتي ينفذها قطاع الطلائع بوزارة الشباب والرياضة إلى موقع الوطن نقرأ خبر بعنوان وزير التعليم فصول المدارس لن تزيد عن 20 طالبا العام الدراسي المقبل قال الدكتور طارق شوقي وزير التربيات والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة محكمة لأليات العمل مع بداية العام الدراسي الجديد حيث سيتم الإعلان عن الشكل النهائي للنظام أول إسبوع من شهر سبتمبر المقبل وتعمل الوزارة حاليا على توفير محتوى رقمي وأفلام وكتب رقمية للطلاب كبديل قوي عن الدروس الخصوصية وأضف شوقي خلال تصريحات أمس أن الوزارة تقوم حاليا بتنسيق الفصول التعليمية للطلاب حيث إنه ومع بداية العام الدراسي الجديد لن يكون هناك أكثر من 20 طالبا في الفصل الدراسي وتدرس الوزارة حاليا كافة الحلول المطروحة مثل تقسيم عدد الطلاب بالفصول أو عبر أيام مختلفة وغيرها من السيناريوهات إلى موقع مصراوي نقرأ خبر بعنوان السبت المقبل آخر فرصة للتقديم الإلكتروني لحجز شقق الإعلان الثالث عشر تنتهي وزارة الإسكان من فترة تسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لست وثلاثين ألف شقة في عشر محافظة وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الثلاث عشر الأول مائة أربعة وثمانين ألف جنيه لمحافظات الفيوم بني سويف المينيا أسيوت سهاج قناء الأقصر أصوات ومائة سبعة وتسعين ألف جنيه لمحافظتي البحر الأحمر ومطروحة وتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ أربعة عشر ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من خمسة عشر في المائة من إجمال ثمن الوحدة بعد الاستعلام الميداني والاقتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري ويجري تحديد دفعة الاستلام وفقا لراتب وسن المتقدم من موقع مصروي نروح مع حضرتكم إلى موقع الشروق ونقرأ خبر بعنوان وزيرة الهجرة الكويت لم تعلن رسميا عن معاد عودة العمالة مرة أخرى قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج إن دولة الكويت لم تعلن رسميا عن معاد عودة العمالة مرة أخرى مؤكدة أن الوزارة تتواصل مع الكويت لبحث تجديد عودة العمالة المصرية مرة أخرى وأضافت خلال تصريحات أمس أن الوزارة أعلنت عن معامل الصعيد التي من الممكن أن يلجأ إليها مواطن والصعيد الذين يعملون بالكويت لإجراء تحليل بي سي آر قبل مغادرتهم إلى الكويت بـ 48 ساعة وأشارت إلى أنه تم التواصل مع السلطات الكويتية لمعرفة إجراءات تجديد إقامات العمالة المصرية ممن انتهت فترات الإقامة الخاصة بهم خلال جائحة كورونا موضحة أنهم يمكنهم الدخول على منصة وزارة الخارجية الكويتية لتجديد الإقامة ننتقل مع حضراتكم إلى موقعنا الناطق باللغة الإنجليزية صد البلد سي نقرأ خبر بعنوان إصابات كورونا في مصر تقترب من 90 ألفا أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الثلاثاء عن خروج 549 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس إلى 29473 حالة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 676 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا الفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى وفاة 47 حالة جديدة ذكرت الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء هو 89,078 حالة من ضمنهم 29,473 حالة تم شفائها و4,399 حالة وفاة أيضا من موقع سي نقرأ خبر آخر روسيا تعلن عن جاهزية أول لقاح ضد كورونا قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تيسا كيلوف إن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19 الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز جيمالي للبحوث بات جاهزا ووفقا لما أورده موقع روسيا اليوم أضاف تيسا كيلوف في حديث صحفي قام المختصون العسكريون والعلماء بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس وبهذا يمكن القول أن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19 بات جاهزا بهذا الخبر بتكون انتهت جولتنا السريعة في صحف النهاردة دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل ومن بعد الفاصل انتظروني وعجولة إخبارية لمتابعة أهم الأحداث العربية والعالمية